السلام بنات كانت منى احوالكم تكون طيبة على خير وكذلك الصحة ديركم تكون على خير ومرحبه بكم معي من جديد في قناة سالون ومطبخهم ايا اليوم غنحضر معاكم كيك جيد اقسي سادي في المكونات وسهل في التحضير وكذلك لي كيك رائع في الماداق من قبل ما نبدأ وكما العادة كانت منى تضغطو على زر الشراك وليلايك فضلا منكم وليس امرا بالنسبة لمكونات تحضير الكيك كنحتاجو هنا جوج حبة البيض اللي واخدين درجات حرارة المطبخ عندي كأس غير مملوء دي السكر ساندة كأس الا ربع دي الزيت نباتية ربع كأس ماء كأس دي الحاليب هنا الكل بعبار كأس العنبة عندي كذلك جوج اكيس دي الخميرة الحلويات فئة 8 جرام كيس ملفاني رشة ملح ملعقة كبيرة خل ثم الدقيق اول حاجة نبدأ في تحضير دياله كناخد كأس دي الحاليب ثم كنضيف لي ملعقة كبيرة خل ثم كنحرك الكل وكنخليه جانبا مباشرة في الاتناء كنجيب الإناء اللي غنحضر فيه الكيك كنوضع فيه جوج حبات بيض ثم كأس غير مملوء دي السكر ساندة كنضيف كده الكيس ملفاني ثم رشة ملح كنضرب الكل بالضرب الكهربائي حتى كنتمازج العناصر وكتضع في الحجم ديالبيض وكنحصله على واحدة كريمة اللي كتكون خفيفة بات الشكل ثم مباشرة في الاتناء كنضيف الزيت النباتية كنضيفه على دفوعات باش بقاوم محافظين على القوام ديالبيض اللي ضربنا بالضرب الكهربائي كما كتلاحظو هنا كنضيفه على دفوعات من بعد ما كملتو فهذا الاتناء كنضيف كذلك ربع كأس ديال الماء بارد كنضيف كميه الأولى ثم الكميه الثانية ثم كنضيف كذلك الحليب اللي خليته جانبا بالنسبة للحليب اللي كنضيفه اللي الخلكي واللي على الشكل قريب ثم كنضيفه كذلك وكنضرب الكل فهذا الاتناء كنزول الضرب الكهربائي ثم نضرب شبكة ثم نضرب الكمية الاولى دقيق و نضيف لها جوج اكيس الخميرة الحلويات نضرب الكمية الاولى ثم نضرب الكل بالضرب اليدوي حتى ندخل الكمية الاولى جيدا ثم مباشرة في هذا الاتناء نضيف كذلك الشبكة و نضيف كذلك الكمية الثانية دقيق يجب ان يضرب الكمية واحدة انا بالضبط استعملت هنا ميتين و خمسة و عشر غرام بالنسبة الكمية اللي تبقت لي دقيق تقريبا هنا ملعقة خليتها جانبا حتى الاخر لنشوف القاوام النهائى دي الخليط دي الكيك من بعد ما ضربت الكل جيدا بالضرب اليدوي القاوام هنا بقي خفيف ثم نضيف ما تبقة من الدقيق اللي بقى ليها الكمية الكاملة اللي استعملت هنا ديا الدقيق ميتين و خمسة و عشر غرام بالضبط ولكن دائما دقيق حسب الجودة و حسب حجم البيض من بعد ما ضربت الكل هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه قوام اللي تكون بهذا الشكل هذا مباشرة كنجيب المول اللي غنوضع فيه الكيك اللي فرش لي ورقة طبخ ودنت جوانب بالزبدة ورشيته بالدقيق بالنسبة للمول استعملوا اي مول عندكم بالنسبة للمول اللي استعملت انا هنا حجم كبير ثم مباشرة كندخلوا الفرن اللي شعله على درجة حرارة 180 حتى كنتحمر ونتافخ احد كنتشعل عليه فوق من بعد ما خرجته هنا مباشرة كنوضعه في ساحن التقديم كما كتلاحظو الشكل دياله ثم كنخليه جانبا ثم مباشرة غنحضر السوس اللي غنزين بالكيك سوس اللي هو اقتصادي وبسيت في المكونات دياله كنحتاج فيه واحد ياغورت بنكهة الفاني فئة 110 جرام وكذلك ملعقة كبيرة ديال سلسلة الكراميل كنزج الكل حتى كنحصلو على قوام بهذا الشكل هذا بالنسبة لهات السلسلة رغم انها بسيطة ولكن كتجير رائعة بمضاق الكراميل بالنسبة لملعقة كبيرة ديال سلسلة الكراميل اللي ممكن تعودها كذلك الدوب وثلث القطع ديال الشوكولات وضيفهم كذلك الياغورت مباشرة فالأثناء كنزين الكيك من فوق بهذا الشكل هذا ثم كنوضع كذلك من الجوانب على شكل دميعات بهذا الشكل هذا ثم كذلك كنجيب قليل من اللوز اللي حمرتهم هرمش بهذا الشكل ثم كنزين من فوق ممكن تزينه كذلك بالكوك أو جوز الهند ممكن كذلك تزينه باللوز ايفيلي أو كذلك كوكوهم هرمش أو ممكن كذلك تستغنوا على هات الصلصة وتكتفي فقط غير بالكومفيتير وجوز الهند مهم بالنسبة للزين كيبقى لكم حسب الاختيار من بعد ما كملت الكيك هذا والشكل النهائي دياله كما لحتو كيك اللي بسيط في المكونات دياله وكذلك سهل في التحضير واقتصادي غنقطع معكم قطعة بس شوفوا الشكل دياله أكثر من الداخل كذي يجي فعلا كيك اللي هي شيش ورطب والمضاقر اللي رائع وهائل رغم المكونات اللي هي اقتصادية كما لحتو حضرت معكم بطريقة سهلة ومبسطة كنتمنا فعلا جربوه ولعجبتكم الوصفة بارتاجي ومع الأهل والأحباب لتعم الفائدة وشكرا لكم مع السلامة إلى فيديو آخر بإذن الله